وفي تطورات الحرب في القطاع حذر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة جمعة منعنا الوضع في شمال قطاع غزة كارثي في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل هجوما عسكريا في القطاع وقال المسؤولون في بيان وقعه رؤساء هيئات من الأمم المتحدة منهم منسقة الإغاثة في حالات الطوارئ بالإنابة وهيئات من بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمات إغاثية أخرى قالوا إن سكان الفلسطينيين بأكملهم في شمال غزة معرضون لخطر الموت الوشيك بسبب المرض والمجاعة والعنف